على وقع ارتفاع وثيرة المعارك في مديرية نعمان بمحافظة البيضاء وسط اليمن واقتراب قوات صنعاء من مديرية بيحان في شبوى جنوب شرق البلاد حذر القيادي في المجلس الانتقالي المدعوم إماراتيا أحمد عمر بن فريد من سيطرة قوات صنعاء على محافظة شبوى النفطية تصريحات التي أدلت بها قيادة ديانوبية يعكس القلق الأمريكي بدرجة أولى وقلق مرتزقتهم سواء التابع للإمارات والتابعين للسعودية على اعتبار أن الارتباط الجغرافي ما بين محافظة البيضاء ومحافظة شبوى يعطي الأفضلية اليوم للجيش واللجانة الشعبية بعد أن تم السيطرة على مديرية نعمان ومديرية ناطع تقدم قوات صنعاء باتجاه شبوى شرقا يترافق مع تقدمها باتجاه محافظة لحجنوبا من ناحية مديرية الحديافع شمال المحافظة تقدم يتزامن مع تحذيرات الخارجية الأمريكية من تقدم قوات صنعاء في مأرب وصفة إياه بالخطر والوحشي إدارة الأمريكية تشعر أن في هاتين المحافظتين آخر أدواتهما ومعاقلهما التي بمجبهما تطيل أمد الحرب وتجيد لها حضورا في الأراضي اليمنية وبالتالي نحن لا نستغرب حينما نلقى من الإدارة الأمريكية هذا القلق تطورات ميدانية تضاعف حدة الخلافات في صفوف قوات هادي وتعمق الانقسام القائمة بين فصائل التحالف السعودي الإماراتي مع اتهام الانتقالي باعتقال خمسة من قادة القتال في آل حميقان بعد عودتهم من عدن ولقائهم قائد القوات السعودية هناك من الزاهر إلى ناطع ونعمان مكاسب عسكرية كبيرة للقوات اليمنية في البيضاء حيث لم تكتفي بالسعادة مناطقها التي تراجعت منها بل حررت مناطق جديدة ستفتح الباب للسيطرة على مناطق أخرى في مأرب وشبوة ولا حج أحمد عبد الرحمن صنع الميادين